اقدم كول سنتر فيه معي لغة اسبانية بس عند تسعتاشر سنة وبعرف انطق كويس ومضربة بس ما عندش شهادات هلازم شهادات والوظيف اللي بتحتاج اسباني الكول سنتر الاسباني لا يحتاج شهادات غير ان حضرتك او حضرتك تعرفي انك تنطقي باللغة الاسبانية وتعرف تتكلمي اسباني اه الحاجات اللي اه لازم تبقى بالنسبالك مهمة تقدمي فين تقدمي على اكتر من حاجات تلاقي في ناس كتير على الوظف صعب بيكون موجودين على الفيسبوك وده من اكتر الحاجات اللي بتلاقي موجود فيها طلبين الكول سنتر اكتبى كول سنتر تعملي كده سيرش على فيسبوك كول سنتر ان ايجبت كول سنتر او وظيف الكول سنتر لو حسة بالاحراج انك بتستخدمي الاكاونت بتاعك اعملي اكاونت تاني ويساميه باسمك كل حاجة بس علشان يعني لو انت بتكسفي انك تحطي الاكاونت بتاعك وممكن حد من قريبك او كده. ودخل الجربات دي كلها ونزلي. اه انا كزا بتكلم اسباني سنة تسعتاشر سنة علشان تبقى واضحة بالنسبة لهم. بادرس في كلية كزا. انا دول قطي كزا. بس هتلاقي عشرات جايل لك على الامبوكس. خلي بالك كويس او ببنك سيدة. لكون في حد داخل اه منك عن فيسبوك. يعني فتأكدي انها شركة. ما حدش يقول لك اه ديني رقمك. عارف انت حيس ان هو عبد الموت او حمد الوزير كده. لا. غير كده اه اتعاملي مع هذا الموضوع بحيس انك تجدي فرصة كويسة بازن الله. ايه الوظائف اللي بتحتاج اسباني? فيه وظائف كتيرة فما فعلش ان احنا نحصرها في هذا الحد. ولكن يميني مدان انك تضعيها في الحسبان. الوظائف ممكن تشلبي اسباني اه الترجمة والحاجات الخاصة بي الشركات الاسبانية هنا بتطلب وحاجات في وحاجات خاصة بالتدريس. فكل حاجات دي ضعيها في الحسبان وكمان شركات سياحية عارف حد كان شغال في شركات سياحية هي بتخدم على البرازيل والمناطق فليها فرص على حسب حضيك انت مهتمة بايه? وجراسيا.